في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء وبعد عدة جولات من المحادثات بين طهران والرياض استضافتها بغداد الرئيس الإيراني لأن يقول في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي أن إيران مستعدة لمواصلة المفاوضات مع السعودية حتى الوصول إلى نتيجة بشرط أن يكون السعوديون مستعدون أيضا للتعامل بتفاهم واحترام وبدأ محافظو البنوك المركزية حول العالم بسحب الدعم الطارئ لاقتصاداتهم صاروا عام يتحركوا بشكل أسرع مما توقعوها أو يتوقعهم معظم المستثمرين حتى بعد عامين من دخول الوباء الاقتصاد العالمي بعد أن أدخل الوباء الاقتصاد العالمي إلى ركود كان عميق لكن كان أيضا قصير التحركات هذه تشير إلى أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ التسعينيات لماذا سحب الدعم الآن؟ لأن صناع السياسة يرون أن صدمة التضخم العالمية صارت بتشكل الآن تهديد أكبر من الضرر الإضافي للنمو من كوفيد 19 النفط سجل ارتفاع على مدار الأسبوع الماضي أوبيك بلس استمرت برفع أهداف الإنتاج رغم أن بعض الأعضاء عم بكافحوا لتحقيق الأهداف اللي كانت موضوع على إلون بالسابق كبريات الشركات النفطية طبعا عم تستفيد بشكل خاص من ارتفاع أسعار النفط أكسون موبيل من بين الشركات التي أعلنت إجهل أسبوع الماضي حققت أعلى أرباح لها منذ العام 2014 وهناك أنباء عن أن إيرامكو عم تدرس طرح جديد للمزيد من أسهم ولو أن الشركة قالت للشرق أنه مش هلأ على جبهة أوكراريا أعدت الولايات المتحدة وحلفائها في النيتو عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا دائرتها الداخلية نفت روسيا في الأمم المتحدة أن يكون هناك غزو وشيك لأوكرانيا واتهمت الولايات المتحدة بإثارة الخوف بوتين نفسه قال أن الغرب عم يستدرج روسيا إلى الحرب ومنظمه أولمبياد بكين 2022 أعلنوا عن عشر حالات جديدة لكوفيد 19 في 5 فبراير مقابل 45 باليوم اللي قبله طويل أو أصير غني أو فئير الفيروس ما بفرق رئيس التركي الآن رجب طيب أردوغان أعلن يوم السبت أنه بعد شعر بأعراض خفيفة ثبتت إصابته وإصابة زوجته أيضا بكورونا من نوع أوميكرون وفي بريطانيا الملكة إليزابيت ملكة بريطانيا أمس قالت بأنها تود منح كاملة زوجة الأمير تشارلز لقب الملكة القرينة عندما يصبح الأمير ملكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر